العهد القديم برضو تشبيه إسرائيل عارفه كويس قوي وقدر أقول واحدة من التشبيهات التي كانت ولم تزل مبعث للرجاء مبعث للأمل لما بيكون صادر قضاء بيقوله إنه ربنا مستعد إنه يغير القضاء ده ربنا حد الطريقة إذا خضعت هيبركك الله مش هيرجع عن طريقته لكن في نفس الوقت الله اللي مصر على طريقته مستعده إنه يبركك بشرط الننتل لتخضع لطريقة ربنا فجاب لهم مثل من إرمية 18 ومثل إرمية 18 اللي هو مثل الخزاف زي بالضبط السياق بتاع خروج 32 و 33 قصة سقوط إسرائيل هو قصة نعمة فبيقوله أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل يقول الرب هو ذكتين بيد الفخاري هكذا أنتم بيدي يا بيت إسرائيل طارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهد والإهلاك فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها ترجع عن شرها فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنع بها وطارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرس فتفعل الشر في عينيه فلا تسمع لصوتي فأندم على الخير الذي قلت إني أحسن إليها به فبيجيب له مثل الفخاري وبيقول له آه صحيح الله مصر إصرار لا مساومة في أن تكون النعمة والإيمان هي طريق الخلاص لكن يا إسرائيل مازال عندك فرصة إذا رجعت عن شرك إذا رجعت عن إصرارك عن هذه الطريقة اللي أنت عايز تقلص بيها الله مستعد أنه يخلص لكن لو أصريت إصرارك يهيئك للهلاك إصرارك يهيئك للهلاك أه في أمل أنك ما تهلاكش بس طول ما أنت في حالة الإصرار أنت مهيئ للهلاك وأنا هاحتمل الشر بتاعك وأحتمل مقاومتك للإنجيل وهاحتمل العداوة اللي بتظهروها نحو الكنيسة هاحتمل هاحتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك ليس لأني أنا هيئتها للهلاك حاشا لله لكنها آنية غضب تهيئ نفسها للهلاك من خلال إصرارها على الطريقة التي تريد أن تنجو بها من الهلاك طب سوريا دكتور معلش أنت دلوقتي بتقول أنه التهيئة للهلاك دي مش من صنع الله حاشا دي رغم أنه التشبيه هو نفسه بيقول يعني الخزاف لسلطان على الطين يصنع من كتلة واحدة إنقل الكرامة وإنقل الهوان وبعدين بيقول في عدد الثلاثة وعشرين أنه يبين غنى مجده على أنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد يعني واضح أن الله هو الفاعل هنا الله صاحب السلطان الله صاحب السلطان التشبيه بتاع الخزاف ناخد منه أن الله صاحب السلطان ليس من حق الجبلة أن تفرض على جابلها الطريقة التي يصنع بها ترجمة نانسي قنقر